اشتركوا في القناة وفي مقطعنا هذا سوف أقدم لك عزيزي المشاهد عشرة من أحدث تطورات انتشار هذا الفيروس وتأثيره على حركة الطيران والشركات في العالم ولكن قبل البدء قم بالاشتراك في القناة وفعل جرس التنبيهات لكي تتواصل مباشرة بأي فيديو نقوم بنشره قتل الفيروس 304 أشخاص في الصين وفقا لبيانات إدارة الصحة الوطنية بتاريخ 2 فبراير 2020 تأكدت 2590 حالة إصابة جديدة في الصين السبت الماضي وهي أعلى زيادة يومية منذ بدء انتشاره ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 14380 حالة سجلت حالات إصابة في أستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهونج كونج واليابان وروسيا وإسبانيا وتايلاند والولايات المتحدة و14 دولة ومنطقة أخرى خارج البر الرئيسي للصين أكد مسؤولون من قطاع السحة في الولايات المتحدة السبت الماضي حالة إصابة ثامنة بفيروس كورونا الجديد وقالت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستوفر مأوى للواصلين من الخارج الذين قد يتطلبوا الأمر وضعهم في حجر صحي قال البنك المركزي الصيني أنه سيطخ سيولة قدرها 173 مليار دولار في الأسواق من خلال عمليات إعادة شراء الأوراق المالية بعد أن وعد بتوفير دعم نقدي وانتمائي للشركات التي تواجه صعوبة بسبب انتشر الفيروس تشير البيانات الصينية إلى أن الفيروس أقل خطورة من متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد سارس الذي انتشر بين عامي 2002 و2003 وقتل نحو 800 شخص وأصاب نحو 8000 آخرين أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المرض يشكل حالة طوراء ساحية عالمية تثير قلقا دوليا أعلنت الولايات المتحدة أول حالة انتقال للمرض من شخص لشخص على أراضيها وسجلت ألمانيا واليابان والتايلاند وفيتنام وكوريا الجنوبية حالات مماثلة مما يشير لتزايد احتمالات انتشار المرض علقت خطوط طيران عالمية وقلصت رحلاتها المباشرة لمدن رئيسية بالصين ذكرت السلطات الطبية أن أعداد حالات الإصابة قفزت لمدينتين مجاورتين لواهان مما يزيد المخاوف من ظهور بوار انتشار جديدة على الرغم من القيود المشددة على الصفر كانت هذه أبرز التطورات والمستجدات المتعلقة بفيروسي كورونا حافظنا الله وإياكم من كل مكروه وشكرا على المتابعة أتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابك ولا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات للتوصل بكل جديدنا ولمن يريد دعم القناة ماديا ستجد الرابط أسفل الفيديو شكرا لكم جزيل الشكر شكرا لكم